دعا قداسة البابا فرانسيس في ختام مقابلته العامة مع المؤمنين إلى الادخار في نفقات الاحتفال بعيد الميلاد لإرسال ما يتم توفيره إلى الشعب الأوكراني المتألم ووجه قداسته في تعليم الأسبوع بضرورة المثابرة على الصلاة من أجل أخواتنا وإخوتنا المتألمين في أوكرانيا جراء الحرب المستمرة في بلادهم مضيفاً أنه يريد لفت الأنظار إلى الاحتفال بعيد الميلاد من خلال التعبير عنه بالبهجة والتواضع وختم الأب الأقدس قائلا نعم لعيد الميلاد ونعم لسلام الرب ولا تنسوا الالتفات إلى مأساة الشعب الأوكراني تكلم قدسة البابا اليوم على بعض الوسائل المساعدة في التمييز أول وسيلة مساعدة ولا غنى عنها هي المقارنة مع كلمة الله وتعليم الكنيسة إنها تساعدنا على أن نفهم ما يتحرك في قلبنا وتعلمنا أن نتعرف على صوت الله وأن نميزه عن الأصوات الأخرى بالنسبة للمؤمن كلمة الله ليست مجرد نص يقرأ بل هي حضور الله الحي وهي عمل الروح القدس فينا الذي يعزي ويعلم ويعطي النور والقوة والراحة وتعمى الحياة إنها مثل علاقة عاطفية مع الكتاب المقدس وتحملنا على أن نعيش علاقة عاطفية مع الرب يسوع وهذه وسيلة مساعدة أخرى لا غنى عنها فالصداقة معه لها قدرة على أن تغير قلبنا عندما نختبر هذه العلاقة يذوب قلبنا وتسقط الشكوك والمخاوف ومشاعر عدم الاستحقاق وهنا نصل إلى وسيلة مساعدة أخرى وهي عطية الروح القدس الحاضر فينا والذي يعلمنا ويحيي فينا كلمة الله التي نقرأها ويقترح علينا معاني جديدة ويفتح لنا أبوابا كانت تبدو لنا مغلقة والطرقا في الحياة لم يكن فيها من قبل سوى ظلمة والطراب الروح القدس هو التمييز العامل فينا وهو حضور الله فينا التمييز يساعدني لأتعرف على الخلاص الذي صنعه الرب يسوع في حياتي ويذكرني أني لست وحيدا أبدا مع كل هذا يجب أن لا نخاف